والدليل شوفوا أخواني الله عز وجل ذكر هنا ذكر ذكر أيوب بآدم شوف ذكر أيوب بآدم حينما آدم ان شاء الله اشتت عليكم الموضوع لأن آدم أيضا عمل هذا العمل التمثيلي وذهب إلى الشجرة المحمدية التي سيأتي ذكرها في حلقات أخرى ان شاء الله الله عز وجل ماذا قال له قال لأيوب إني قد ابتليت آدم بالبلاء فوهبته له وصفحت عنه بالتسليم له بأمرة المؤمنين يقول أنا ابتليت آدم مثل موضوع كم أيضا تدخل في قضايا علي عليه السلام أيوب يقول أنه أمر جسيم ما يصير والله عز وجل يقول له أتشك في صورة أنا خلقتها طيب الآن نكمل هذه الرواية فقال الله عز وجل لأيوب فوعزتي وجلالي لأذيقنك من عذابي لأذيقنك من عذابي نزل العذاب على أيوب الذي أخذ دور المقصر في أن يشك فيما أعطى الله لعلي من ملكه وصفاته في كل شيء نرجع للرواية الأولى أهلا أهلا شكرا